اشتركوا في القناة شويتين على مسألة تمويل الجماعة ومن اين تأتي بهذه الاموال الطائلة او نتكلم على ابواق الجماعة فوقت لي طيب سؤال قلت ليك قول قلت لي هالجماعة انتهت قلت ليك لأ قلت لي باس تعالي بقى نتكلم من المنطلق ده هي الجماعة عايزة ايه وريحة على فين وطبعا مساء الخير عليك وعلى سؤال المشاهدين اولا ثانيا انا يعني فيه سؤال مهم جدا الاحوان الى اين وده سؤال مهم جدا لان البعض تخيل ان الجماعة يعني في ظل الصراعات القائمة انتهت وان المشروع الفكري لجماعة الاحوان توقف في حين ان انت قدام تنظيم دولي بيمثل يعني حق الصد ضد انهيار التنظيم وضد انهيار الجماعة بشكل عام عبدالله الشريف وغيره دول مجرد ادوات مجرد يعني ادوات بيتم توظيفهم يعني ادوات ضغط بشكل مستمر يعني انا شايف اني هناك من يتحكم في القرار داخل جماعة الاحوان ومن يدير هذه الجماعة بشكل سري يعني ربما هناك جامعية سرية تدير هذا التنظيم ربما ولا اكيد لا يعني خليني يعني انا طبعا انا متأكد من القصة دي لأسباب كتير جدا هناك شواهد عليها في ابجديات في تغيير ادوات العمل الاحواني الان في خلال هذه المرحلة انا بأكبر ان المعركة انتقلت وتغيرت الاساليب نفسها اختلفت الاستراتيجيات الخاصة بالجماعة كمان تغيرت المعركة انتقلت من المساجد والجامعات والنقابات المهنية الى السوشيال ميديا خلاص الجماعة لم تقعد في حاجة الى مزحمة او الدخول في صدام مع النظام السياسي حول هذه المؤسسات تماما خلاص المشهد اختلف من 2011 دلوقتي هي بتوظف السوشيال ميديا في عمليات الاستقطاب الفكري والتجنيد التنظيم طيب في ظل الصراع القائم ما بين جبهتين وتصدير حالة من الصراع ما بين هذه الجبهات انا في اعتقادي انه هو صراع حقيقي لكن صراع اجنيح وليس صراع على فكرة المناصب والاموال لا فيه صراع حول استراتيجيات اللي الجماعة او بتحكم الجماعة بمعنى فيه وثيقة مهمة جدا بقالها سنة تم تسريبها اسمها وثيقة لندن تحدثت عن انتقال الاخوان من الهيكل التنظيمي الى الطيار الفكري وهي دي الازمة الحقيقية وهو ده المشروع اللي بيتم تمريره من خلال الجمعية السرية التي تحكم الاخوان وربما هناك من يعارض هذا الفكر وهذا التوجه لاني على مدار تاريخ جماعة الاخوان هتكتشف ان كل المرشدين كانوا مجرد ادوات وان مكتب الارشاد ليس في النهاية سيد قراره لكن بيتم تحريكه عن بعض الجماعية دي من الفين ما انا اقول لك من الخارج وليس من الداخل يعني دايما جماعة الاخوان تحكم من الخارج وليس من الداخل من فين في الخارج اوروبا تحديدا بعض العناصر اللي هي يعني بتحمل جنسيات اوروبية ولها اصول عربية سورية وعرقية ومصرية هذه المجموعات او هذه المجموعة بتمرر رؤيتها وهي الان لديها رؤية غربية في التعامل مع جماعة الاخوان والتعامل مع المشهد الحالي لاني يعني مشروع الانتقال التنظيم او انتقال الجماعة من فكرة التنظيم او الهيكل التنظيمي الى الطيار الفكري ده جينا تجي الدراسات قدمت على مدار السنوات الماضية وتحديدا من الفين وسبعتاشر و الفين وثمانتاشر ولقوا ان التنظيم بيمثل عائق قدام مشروع الجماعة وان لابد من التحرر من قوية التنظيم وقال لك ان هيتبعوا سياسة الاكتفاء والانكفاء بمعنى انه هو هيكتفي بالهيكل اللي موجود دلوقتي وبدل ما كان بيبدأ يشتغل على انه يستقطب اجيال جديدة هيعمل استمالة فكرة فقط زي على غرار الطيار السلفي يعني الطيار السلفي برغم قوته وانتشاره في الشارع سواء في الدولة المصرية او حتى في المنطقة العربية لكن انت مش قادر تسيطر عليك لانه كتلة هلمية في نفس التوقيت مالوش يعني اطار تنظيمي برغم تأثيره القوي في الشارع فالجماعة الان بتسير في هذا الاتجاه انت تظن ان الجماعة ملهاش اطار تنظيمي واضح دلوقتي بسبب الخلافات اللي ما بين ابراهيم مونير ومحمود حسين لا فيه فيه اطار تنظيمي طبعا موجود حلو لكن احنا بنقول مين يقود الانعاق انا دايما البعض افكر خان حتى نطرح ده بعد الفاصل مين بيقود هذه الجماعة لانه انا من الناس اللي بنشوف انه الخلاف اللي ما بين مجموعة محمود حسين ومجموعة ابراهيم مونير هو خلاف على تأسيمات التورطة من يقود من ساعة الجد هو تنظيم واحد يقف دائما وقفة رجل واحد الى اخر مين اللي بيحرك الجماعة البعض يذهب وانا من انصار هؤلاء البعض ان يوسف نادا وان كان حتى كبر في السن وتخطت تسعين سنة بس يوسف نادا لديه الازرع المحركة بشكل رئيسي للجماعة انه بتكلم على امبراطورية مالية تخض في اوروبا فاصل ونرجع نحاول نفهم هذا الكلام او نصححه او نتفق معاه او نختلف معاه مع الاستاذ عمر فاروق الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة استنوا اهلا بكم اولا كل الترحيب بضفنا العزيز استاذ عمر فاروق الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة ثانيا بقى كل المناقشة اللي حصلة في الفاصل على من يقود الجماعة مين الراجل؟ هو بولز دا سترينجز من يحرك او يشد هذه الخيوط مين؟ ما انا بقولك يا ربما مجموعة من رجال الاعمال يعني هل الكيان الاقتصادي الضخم ده هل هو هيكون في ايد شخصية زي إبراهيم مونير ولا محمود حسين؟ لا عشان كده نذكرت حد زي يوسف نادا ده صاحب بنك التقوى قبل كده كان جورج دابليو بوش اتهموا اتهمات واضحة بتمويل الارهاب لا خافي عن احد انه هو مول صورات اسلامية في بقاع مختلفة لو صح تعبير الصورات الاسلامية وما الى ذلك فيوسف نادا عمليا هو رجل شديد البروز في الجماعة طب ايه رأيك انه ممكن يكون في شخصيات نفس النماذج يوسف نادا هي غير معلومة او غير مطروحة قدام الرأي العام وينكن لما كنت بقول لحدك في الفاصل ان دايما التنظمات السرية بتطرح شخصيات الاستهلاك الاعلامي والشخصيات الحقيقية هي دائما في الخفاءة لانه هذه الشخصيات هي اللي بتدير الجماعة ملفاتها المالية ملفاتها التنظيمية يمكن افكرك بالتصريحات ابراهيم منير اللي قالها في نهاية 2019 مع محمد ناصر فقال كده بوضوح ان الجماعة انتخبت مرشد جديد وان هناك مجموعة من الافراد هم من يعلمون هذا المرشد وانه غير مسموح بالتحدث عنه هنا انت قدام شخص بيتكلم بصفة فردية يعني هو فرد في منظومة هناك تغيير في الخريطة التنظيمية الجماعة بس انت تصدق الكلام ده يعني ده بالظبط كده عامل ايه زي القب الروحي يعني احنا ايه عادينا عاملين بنحاول نطفي شكل من الغموض على الجماعة فانت طود فالواحد يطفي عليها من عنده بقى ايه شيء من الاهمية وحالة رعب والجماعة المظلمة فانت تخاف لا اهو بدون التهويل في حجم جماعة الاخوان وقدرتها انت قدام تنظيم لروافد سرية في اكتر من 80 او 85 دولة عنده امبراطورية اقتصادية ضخمة جدا جدا ليه علاقات متشابكة مع دوائر صنع القرار في الغرب وضع طبيعي جدا ان التنظيم ده يبدأ يعيد هيكلة نفسه يبدأ يحافظ على الشخصيات المؤسرة في هذا التنظيم بيتعامل بمبدأ المراوغة السياسية والمروغة الفكرية كذلك يعني هو غير واضح للمعالم في الجزء الفكري بيدعي السلمية بيدعي الجزء الدعوي بيدعي الحفاظ على المجتمع هو في النهاية بيرغب في الوصول الى السلطة بأي شكل كان يمكن فكرة استمرارية الهجوم على الدولة المصرية يمكن كنت بقولك احنا لحد امتى المشهد الظاهر من فكرة الهجوم المستمر والشائعات والاكاذيب والنيل من رموز الدولة المصرية كل هذه الامور هي كانت موجودة قبل كده على فكرة لكن زي ما قلت لك ان الاساليب اختلفت والمعركة اختلفت الاول كان بيستخدم المساجد على مدار اكتر من خمسين سنة عشان يبدأ يشوه من خلال خطاب داخلي يشوه صورة الدولة المصرية يعني انا انا اقول لك ان شيخ الاظهر تم تكفيره على منابر المساجد ورموز الدولة المصرية رموز الوطنية والثقافية والسياسية مش من الوجوه البارزة بتاعت الجماعة لان اولا بتسأل الجماعة لما كانوا بيتجابوا ويتقال لهم انتم مين لا مش احنا لا ما هو فيه خطاب انا بقولك على الخطاب السائد اللي كان موجود داخل المساجد في تلك المرحلة دلوقتي هو بدأ يستخدم السوشيال ميديا للهجوم فاصبح ظاهر امام الرأي العام من خلال يجيب واحد زي عبدالله الشريف يعمله برنامج على يوتيوب فيبدأ طول الوقت يهاجم الدولة المصرية ورموز الدولة المصرية هو هنا بيحاول ان هو يعمل ايه يعمل تغيير في الهوية الفكرية والثقافية المجتمع عن طريق طبعا فكرة السمت المجتمع والتقديم ما يعرف بالفن البديل يعني وطول الوقت عمال يعمل لك تغيير في التركيبة الفكرية والثقافية شغال داخل المساجد من خلال طبعا يعني هم انتقدوا موكلسون بشكل فج لان هي اه طبعا لا وحتى يعني قيرات جماعة الاخوان لاني بعض النظر عن قصة دعمها لثورة يوليو وعلاقتها بالرئيس جمال عبدالناصر لكن هي كانت عملت لهم ازمة في مسألة القومية العربية اللي بتقابل الاصلاء الاسلامية وفكرة الفن البديل اللي هما كانوا طول الوقت بيطرحوه فهما هنا انت قدام اشكالية او هما قدام ازمة حاولوا يتخلصوا منها عشان كده بدأ فكرة التشويه لصمعة موكلسوم واسقاط الرموز الوطن ده اللي احنا منتكلم عليه انه هما طول الوقت كان بيحاول ينال من الرموز الدولة المصرية عشان يقضي على فكرة القضوة الوطنية اللي موجودة ويطرح مكانها القضوة الاصولية اللي هو يقدم لك سيد قطبع لانه هو النموزج اللي لازم الشباب يقتدوا به حسن البنة عشان يبدأ يعمل يعني استبدال هذه العناصر فلازم يشوه العناصر الحقيقية اللي موجودة القضوة الحقيقية سواء عسكرية او سياسية او اقتصادية او ثقافية او فنية فيبدأ طول الوقت ينال منها التغيير او اللعبة بهذا الشكل هو بيتم الان ده كان بيتم قبل مرحلة 2011 من خلال المساجد وبعض المؤسسات اللي كانت موجودة على ارض الواقع الان من خلال السوشيال ميديا بحكم ان هي الاداة الاولى الان في تشكيل الوعي طيب هو دلوقتي عايز يبدأ يعمل سيطر على المجتمع تاني هيسيطر زي ما قلت لكم مش خلص مش يبدأ يزاحم في مسألة انه يدخل في صدام مع النظام السياسي على المساجد والجامعات والمدارس والنقبات المهنة كلها انتهى هو دلوقتي باني مؤسسات على السوشيال ميديا مؤسسات فكرية مراكز صناعة فكر توجيه رأي عام بيبدأ يعمل ادوات ضغط زي بعض الشخصيات اللي هو بيستخدمها وبيمولها وبيدعمها وطول الوقت بقولك احنا مش اخوان او احنا مناش علاقة بالجامعة هو طول الوقت يعني فكرة اللافتة الاخوانية بيحاول يركنها على جنب وعنه طول الوقت كمان ترويج لفكرة الانشقاق عن الجامعة نحن سبناهم بعد ان رؤية مختلفة يا جماعة الانشقاق عن التنظيم او الدائرة الآن دا ما قلتلك حتى يعني فكرة الانشقاق حاجة والانفصال حاجة الانشقاق دا دايما بيعود الى خلاف حول طبيعة العمل التنظيم لكن الانفصال هو قائم على التخلي عن الفكرة نفسها وعدد قليل جدا من الشخصيات اللي انا بعتبرهم انفصلوا عن فكرة الاخوانية قد انت تعدهم يعني سهلا يعني عدد بسيط جدا الباقي بقى وده حتى لما تشوف انت في 2011 لما الجامعة وصلت للسلطة عصام سلطان رجع وهيسم وخليل وهيسم وخليل دا اللي كان عامل الكتاب خيلة الشطر المفترع علينا والمفترع عليه فانت اللي هو قدام شخصيات يعني انا بعتبر هو متأسر بالفكر ومرتبط بالتنظيم لا يسم فاضي معنوش حاجة بالضبط كده دلوقتي انت يعني في المشهر الجديد بقى ودي نقطة الاهم الاخوان انتقالهم زي ما قلنا من الهيكل التنظيمي الى الطيار الفكري ومحاولة تحول التنظيم او الجماعة من المحلية الى العالمية يولاك خلي بالك وعايز يقدم خطاب من خلال مراكز الفكر الخطاب دوت من خطاب محلي يعني كل قطر شغال بما يتوفق مع المجتمع المحيط دي الى خطاب دولي او عالمي او اقليمي من خلال السوشيال ميديا بيوجه الرأي العام العربي بشكل عام بيوجه الرأي الاسلامي في المجتمعات الاوروبية من خلال الجاليات اللي موجودة هناك العربية او الاسلامية كل ده هو اللي بيدي مؤشر لمصير جماعة الاخوان خلال المرحلة القادمة زي ما قلت ان الجمعية السرية التي تحكم الاخوان الان بصدد اعادة يعني هيكلة التنظيم والجماعة والرؤية الفكرية الخاصة بها عن طريق بعض بيوت الخبرة مثلما استعانت في مرحلة التسعينات او نهاية التسعينات بالقياد الاخواني الدولي هشام الطالب واللي هو وضع مجموعة من الاستراتيجيات في مسألة الاستقطاب والتجنيد او ما عرف بتقديم جيل اسلامي من رواد التغيير الاجتماعي يعني ده اللي شغالين عليه الان ويعني طبعا انت اعملت طب ده محور انا شوالك ان احنا خلصنا ده بقى نقطة او محور لو دق لو صح التعبير يعني بنقة ما انه ده لازم يتناقش لوحده خالص يعني ده ما ينفعش يتاخد في وسط الفقرة كده القصة دي عايزة لها فقرة لوحدها بعد اذنك عمر عايزة فقرة وفي وخلينا اقولك انا برضو محتاجين نلقي الضوء على الاكاديميات السلفية اللي هي اصباحة منتشرة بشكل فج على السوشيال ميديا اللي هي البديل لمعاهد اعداد الدعاء اللي بتدي شهادات ودبلومات نتكلم مفيش ازمة من بعض وده يعني الحاجات دي كلها بتؤثر في الرأي العام المنصري والعربي بس انت لازم تصدقني الوقت خدس احنا عمليم بناخد من وقت كريم ورمزي حد ما تلمش بطالين يعني انا عايز اشكرك الان بجد والله عمر اشكرك جدا يعني زميل وصديق عزيز الواحد يعتز بيكو بوجودك معانا في البرنامج فبشكرك على تلبيت دعوتنا جدا 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 انا بس عايز افكر سيادتك بحاجة الجماعة التي تصف نفسها بالجماعة المعارضة الجماعة التي تقف في وجه النظام الظالم من ايام وجهة نظرهم الملك فاروق وعبد الناصر والسادة الجماعة دي بالمناسبة اعتبرت ووصفت على لسان مهدي عاكف في لقاء تلفزيوني مصور بالمناسبة يعني ان حسني مبارك ولي الامر وندين له بالولاء ونناشده بوصفه ابا لمصر ولكل المصريين قالوا الكلام ده في لقاء تلفزيوني مصور مع مزيعة شهيرة على قناة شهيرة في برنامج كبير سؤال بقى يا ولادي الايه هو مبارك ده كان حياله ولا كان وحش الجماعة كانت تقبل حزاء مبارك طب الجماعة بتكره السيسي ليه افهم انت بقى سلام موسيقى موسيقى